هنالرئيس الفرنسي إيمانيال مكران الرئيس عبدالفتح السيسي على استضافة مصر لكوب 27 في مدينة شرم الشيخ وحل بعض المشاكل الخاصة المتعلقة بالأضرار والخسائر أضف الرئيس الفرنسي خلال افتتاح قمة بغداد للتعاون والشركة أن منطقة شرق الأوسط تمتلك كل المقاومات لتكون في مقدمة الأجندة الدولية قائلا إن العراق يعد أحد ضحايا غياب الاستقرار الأمني في منطقة الشرق الأوسط منذ بضعة أسابيع انتهى مؤتمر الأطراف للتغيرات المناخية كان في مصر وأهنئ صديقي الرئيس السيسي الذي تمكن من جمع العالم ومن حل بعض المشاكل خاصة كلها المتعلقة بالأضرار والخسائر وهذه كانت مسألة أساسية والمؤتمر المقبل للأطراف لمكافحة التغيرات المناخية سينعقد في الإمارات العربية المتحدة وهذا يبين كم أن هذه المنطقة تصبح مركز ثقل دبلوماسي إضافة إلى مؤتمر اليوم ولكن هذه المنطقة بالرغم من كل ذلك لا تزال تعاني من جمود وانقسامات ونحن نرى ذلك أيضا في التدخلات والمشاكل الأمنية ولا شك في أن العراق نظرا لما حصل في العقود الماضية هو من أول الضحايا في عملية زعزعة الاستقرار هذه ذكرت كل هذه الأحداث الدبلوماسية الدولية إن كانت رياضية أو مناخية أو دبلوماسية بحتة لأبين أن هذه المنطقة لها أو تنتلك كل ما تحتاجه لكي تذهب أبعد في المشاركة في الأنجدة العالمية ولكن يتعين علينا أن نتجاوز ونتخطى انقسامات الآنية